مسائل فل على كل متابعين قناة حريف أفلام فيلم النهاردة اسمه Remember فيلم النهاردة هو فيلم كوري مش بس لمحبي الأفلام والمسلسلات الكورية بس لأي حد بيحب يتفرج على فيلم فيه قصة وأحداث وحبكات تمزجك في بداية الفيلم بنشوف عربية بورش بتجي بصورة جنونية وسط الشائع وطبعا بنتخيل ان لسعيقها شاب طايش لكن بنتفاجئ لما العربية بتدخل في الصور وبتقف وبينزل منها راجل عجوز مش غريبة شوية راجل عجوز في عربية بورش وبيسوق بالتهور ده مش خد بيشدك لبقية أحداث الفيلم واللي من اللحظة دي بنرجع معالف لاشباك وبنتعرف على فريدي وده الراجل العجوز البركة اللي بيشتغل في مطعم مشهور جدا وبيكون نايم في استراحة الشغل وبييجي جيسون زميله واللي بيكون شاب أصغر منه بيصحيه علشان يجهز لعرض سانتا كلوز وبيبال من الحوار اللي بيدور ما بينهم ان فريدي عنده بدايات زهايمر وبيبدأ جيسون يفكروا باللي وراهم بيلبس في دي لبس سانتا كلوز علشان يعمل العرض قدام الزباين وبينشوفه بيعمل ده بنتهى الحب وبيبن قد ايه محبوب من زميله وكل اللي بيشتغلوا معاه وفي نفس اليوم بيتعرض جيسون لموقف مع الزبون سائيل بيكون طلب كذا طبق شربة وبيرفض يدفع غير ثمن طبق واحد بس بحجة انه كان فاكر ان الشربة ريفل طبعا جيسون بيقوله ان دي شربة مش بيبس يعني عشان تكون ريفل بس الراجل بيبلطج عليه ولان الزبون دايما على حق بيجي المدير وبيحمل جيسون ثمن الشربة من مرتبه وبيقول فريدي الجيسون انه هيرجع له حقه وبينشوفه وهو بيعمل فخ للزبون بيحط له محفظة في الحمام ولما بيخرج الزبون من الحمام ويروح لعربيته بيجري وراء فريدي وبيقوله انه نسي محفظته في الحمام والزبون ده هو الوحيد اللي دخل بعده فبينكر الزبون انه شاف اي محفظة لكن فجأة بينشوف وش تاني من فريدي اللي بيمسكه بقوة وبيخرج من جيبه المحفظة وكمان بيقوله انها ناقصها فلوس طبعا فريدي بيتبلى عليه عشان يدفعه تمن الشربة وما يتحمل هاش جيسون وبيهدده لو مدفعلوش الفلوس النقصة هيبلغي البوليس فبيضطر الراجل يدفع له الفلوس وبيدي فريدي الفلوس لجيسون وفي اللحظة دي بييجي لفريدي التليفون بيخليه يمشي بسرعة وبنكتشف انها بنته اللي بتبلغه بمؤتمامتها بيروح فريدي للمستشفى وبيكون بتأثر جدا ان شريكة حياته سابته وبيوعدها انه هيحصلها قريب وفي العزة بيجي صاحبه الدكتور وبينديله دوا وبنعرف منه ان فريدي عنده ورم خبيس لكنه قرر يبطل علاج لانه مفيش فايدة منه بيديله الدكتور دوا يكون على الاقل مسكن لألامه وبيسأل الدكتور فريدي اذا كان لسه عنده قرار وهينفذ خطته فبيأكد له فريدي انه هينفذها ومش بنفهم قصده بالخطة الا لما بيرجع بيته وبيدخل قوضة فيها الصور وقاسمي ناس واضح انه بيتواعد لهم وبنعرف انه بعد ما قد مهمته في الحياة وجوز كل ولاده وامراته توفت جه الوقت اللي ينفذ في خطته وهي انه ياخد بطار اهله من اللي تسببه في ازاهم وموتهم وبيبدأ فريدي يفتكر ابوه اللي تسجل وتسحل وتضرب لحد الموت وقت احتلال اليابان وبامطه اللي تبهدلت بعد ابوه واخته اللي استخدموها من ضمن نساء الموت على الجيش الياباني بيتكرر ينتقم من كل اللي تسببه في ازاهم وموتهم وبياخد جزء كبير من تحويشة عمره ومكافئة نهاية الخدمة وبيروح يشتري عربية بوش وبيكون مع جيسون اللي بيبى منبهر بالعربية وبيقول لفريدي ان العربية دي هي حلم حياته كان يركبها طبعا جيسون متخيل ان فريدي رجل كول جدا وكرر يعيش حياته بعد التقاعد ومطمراته وجاب بورش بقى وهيصيع مايعرفش البلاوي اللي رايح لها برجله بيطلب فريدي من جيسون يكون السواق بتاعه وبيدينه فلوس مقابل ده وبيوصله جيسون لمستشفى كبيرة جدا وبيطلب منه فريدي يستناه وما يتصلش بيه ولا يطلع له مهما تأخر بنلاقي فريدي عارف مداخل وما خارج المستشفى كويس وعارف الاماكن اللي ما فيهاش كاميرات بيوصل لمكان وبيطلب من شاب يقوم عشان يعود مكانه لان المكان ده الكاميرا مش بتغطيه وبيكون رئيس لمستشفى جونج بيك محقوس في غرف الكبار الزوار وبتكون مع بنته ولما الممردة بتديله حقنا مش بتلاقيه هريد فبتهزقها بنته وبتجبرها تعتذر لها وبتطلب الممردة التانية غيرها الباباها وبنشوف جبروت بنت جونج واللي ورسعها نبوها وبنفهم انه هو ده اللي فريدي بيستهدفه بيفضل مستني برا لحد ما بتروح علي نوما وكل المرضى بيمشوا وبيكون نايم لوحده على الكرسي فبتيجي عاملة نظافة وبتطلب منه يمشي لانه ممنوع ينام هنا بيصحى فريدي وقبل ما بيقوم بيلاقي جيسون جايله بيقوله نتأخر عليه ومش بيرد على التليفون عشان كده طلع له فبيطلب فريدي من جيسون يستنى تحت لانه هيأخر جدا بسبب زيارته الصديق قديم ليه بيقوم فريدي وبيمشي جيسون اللي الكاميرات بتلقوته وبتشوفه عاملة النظافة وبيدخل فريدي من بوابات معينة لحد ما بيوصل لقود جونج بيك وبيكون نايم فبيربطه في السرير وبيضلق علي مية عشان يقوم ولما بيقوم بيلاقي نفسه في الوضع ده فبيقوله فريدي انه ابن الراجل اللي تسبب جونج في طرده من ارضه وسحل وضربه لحد ما مات وان جونج بيك تعاون مع اليابانيين لحمايته وابوه رحل ضحية خيانته بيكون فريدي مجهز مسدسه جوه ازازة بلاستيك عشان تكتم الصوت وفعلا بيقتله وبيمشي تاني يوم بيشوف جيسون في الاخبار ان رئيس المستشفى اتقتل وانهم شكين في شاب طم رصده في الكاميرات ولسه بيدور عليه لكن جيسون ما بيكونش عارف انه هو المشتبه فيه وبيلاقي فريدي بيطلبه في مشوار تاني للمكتبة وبيروح معاه وهناك بيكون الهدف التاني لفريدي يانغاوة اللي بيتكلم عن انجازات الكوريين بعد الحرب والاحتلال وبيكون راجل منافق بيزور التاريخ وبيكون هو اللي تسبب في موت اخو فريدي بعد ما اقنعه يروح منجم تبع اليابان وهناك بيموت من العمالة اللي ما فيهاش اي ادمية او رحمة مش بيكون فاهم جيسون ايه سبب حضرهم الندوة دي في المكتبة وبعد ما بتخلص الندوة بيطلب فريدي من جيسون يمشي وراء عربية يانا جوا فبينفز جيسون اللي بيطلبه وفي الطريق بيقوله ان رئيس المستشفى اللي كانوا فيها مبارح اتقتل لكن فريدي مش بيعلق ولما بيوصلوا البيت يانا جوا بيطلب منه يركن بعيد وبينزل فريدي على رجله بينادي على يانا جوا وبيواجهه باللي عمله في اخوة زمان وانه السبب في موته ولما بيرفع فريدي سلاحه جوه الازازة كاتمة الصوت بيدرب لكن السلاح بيعلق فمتدربش بيقفل يانا جوا الباب عشان يهرب لكن بيقدر فريدي يفتح الباب وبيكون كاتب الصوت انقصر بيدرب عليه رصاص بصوت واضح عالي جدا بيوصل لحد جيسون في العربية اللي بيتخضه بينزل يشوف ايه مصدر الصوت بيلاقي فريدي بياخد محفاظة يانا جوا وبطقته وهو مقتول وطبعا بيقف مصدوم لكنه ما بيكونش قدامه حل غير انه يهرب بالعربية مع فريدي وبيقوله انه بياخد طرق اهله ما بيشوفش جيسون انه ده مبرل اللي بيحصل وبيبط فريدي تعبان فبياخده جيسون مع البيته وهناك لما بيصحى تاني يوم وبيفتح التلفزيون بيشوف انهم بيحققوا فقاتل رئيس المستشفى وبيتهم جيسون الشاب اللي الكاميرا رصدته لكن ملامحه ما كانت شباينة وبيقول جيسون انه تسبب في ضياء مستقباله لكن فريدي بيقوله محدش هيعرف يوصل لك وانه هيخلص مهمته ويسلم نفسه وفي اللحظة دي بيقتحن بيت جيسون مجموعة رجالة بيطالب جيسون يرد الفلوس اللي عليه وهي 30 ألف دولار فبينزل فيدي وبيسيبهم بنتخيل انه هيطلع ندل وهيخلع لكننا بنلاقيه بيكسر لهم عربيتهم عشان يبعدهم عنه ولما بيجروا على العربية بيديهم 8 تصلحة وبيطلب منهم مهلة أسبوع وهيردلهم كل الفلوس اللي على جيسون وفبيوافقوا وبيمشوا بيسأل فريدي جيسون عن سبب دينه بيقوله انها فلوس عشان يعالج بيها ابو المريض اللي في المستشفى فبيعيد فريدي انه لو كمل معاه توصيله لكل ما كان مخطط له هيديله فلوس تكفي ساداده لديونه وتعايشه مرتاح وبعدها هيسلب نفسه مش هيكون على جيسون أي تهمة فبيسألوا جيسون كده قدامك كم ضحية يعني بيقوله ثلاثة وبيقوله على أساميهم فبيتصدم جيسون من الراقب وبيحس انه عايش في كابوس مش عارف يخرج منه لكن للأسف ما قده مش حل تاني غير انه يفضل وراف ردي وبيكتشف المحاقق ان اللي بيربط ما بين موت رئيس المستشفى ويانا جوا هو علاقتهم باليابان زمان عشان كده بيتكرر هو اللي يروح حفل سفارة اليابان واللي بيكون فيها الهدف التالت للفريدي واللي اسمه هيساشي السفير الياباني في سفارة اليابان واللي الحفلة دي كلها معمولة على شرف وشرف إنجازاته لكن بيكون هيساشي ده اغتصب أخته لما بعثو هالو مع نساء المتعة لليابانيين فبيزور الفريدي بطاقه باسمي أنغاوة اللي تقتل لكن ما تمش أعلن قتله في الصحفة لسه وبيدخل بها للحفلة فريدي للحفلة وبيكرر يروح الحمام عشان ينفس خطته وفي الحمام بيعمل غاز بالرماد بيحطه جوه علا بالكوكاكولا وبيجهز مسدسه ولما بيكون في الحمام بيسمع صوت حد دخل فبيولع السجارة يشربها ويخرج وبيقابل المحاقق اللي بيحقق في موت رئيس المستشفى وإنجاوة بيشك المحاقق في فريدي وبيشتبه فيه وبيكرر يتابعه في الحفلة وفعلا لما بيسأل عليه في سجلات الحفلة بيكتشف إنه منتحي الشخصية دي أنا غاوة اللي مات بس بيكتشف ده متأخر بعدما فريدي بيتسبب في دخان في كل حتة وقت إلقاء هساشي الكلمة على المسرح فبيحاولوا قوات الأمن احمائة هساشي وبيخدوه عشان يهربوه لكن فريدي ده إرد بيقدر يوصله ويرفع سلاحه عليه ويشد ويقفل عليه باب محكم بيبقى بينه وبين البوليس وبيواجه فريدي هساشي باللي عمله في أخته زمان وإنه هيقتله عشان ياخد بطره منه فبياخد موبايل هساشي عشان يتصل بكم رئيس أركان الجيش الكوري واللي بيكون هدفه الرابع وبيبلغه إنه هيقتل هساشي دلوقتي والدور هيكون عليه لكن المراضي القتل ما بيكونش بالسهولة دي هساشي بيقدر يقاوم وبيحاول ياخد المسد اسم الفريدي وبيشده مع بعض لكن فريدي بينجح فقتله وزي الفورقه لوس بيختفي تماما عن الأنظار وبتكون الإسعاف والبوليس وصلوا بره للسفارة وبيتصل فريدي بجيسون وبيقول له تعبان وبيطلب يجيب له حد من المسعفين في الدور الرابع فبياخد جيسون أحد المسعفين وبيروح لفريدي لكن بيطلع فخ فبيخلي فريدي جيسون يلبس لبس المسعف وينام فريدي على النقالة ويجري بجيسون والمحاق بيرقضهم وبيجري وراهم لكن ما بيلحقهمش بس بيبلغ عن نوع عربيتهم ورقمها ولما بيهربوا بيقول له فريدي وبتلاقي العربية البورشل متبلغ عنها وبيقولوا للبوليس إنهم لقوا عربية فريدي وجيسون في الوقت ده بيكون جيسون عاوز يعبر عن امتنانه لفريدي بأنه اديله كل الفلوس دي وبيدخل يشتري له بدل هدية ولما بيخرجوا من المحل بيلمح فريدي عربية البوليس فبيخهم إنهم اتقفشوا وكالعادة بيعمل لهم فخ وبيطلع كفيه وبيرمي على عربية البوليس كوباية من فوق عشان يشتتهم وفعلا بيتشتتوا وبيجرم فريدي وجيسون وكيم بيعرف إن فيه نوعش بيحصل وبيطلب من حراسه يوصلوا لفريدي وجيسون وفعلا بيقدر يوصلوا لهم لأنك العادة يعني البلطجية بيوصلوا أسرع من البوليس المهم بيكرروا يقتلوا فريدي وجيسون قبل ما ينفزوا خطتهم ويقتلوا كيم وبيكون فريدي مسجل فيديو لنفسه وهو بيعتارف بخطته بحيث تكون دليل لو حصلوا أي حاجة وفي الحالة دي جيسون ما يتئزيش لكن بيكسروا رجالة كيم الكاميرا والشريط وبكده ما فيش دليل على اتهامات فريدي الناس اللي قتالها ولا في دليلها ينقذ جيسون اللي مفروض يموت حالا على إيد البلطجية دول فبيأنهار جيسون وبيحس إن حياته بتروح منه لكن بيكون فريدي محتفظ بهدوء وبيحاول بطريقة ما يفك نفسه إيده من غير محد ياخد باله لكن بتيجي لجيسون فكرة وهو إنه يقول لهم إنه مع نسخة تانية يشايلها مع الراجل اللي بيديون له بفلوس وبيروح للراجل الديان وبيضربوه مش بيكون فاهم كل ده بيحصل ليه ولما بيسألوا عن الشريط بيقولهم ما عرفش عنه حاجة فبيحاول جيسون يخلع لكن ما بيعرفش وبيفهموا رجالة كيم إن جيسون كان بيشتغلهم وبيقدر فريدي في الوقت المناسب يفك نفسه وبيضرب الحرص وبيعرف يهرب وبيروح لجيسون ينقذه وبيضرب اللي معاه لكن ما بيقتلهمش بيكتفي بس بضربوهم بالرصاص في رجلهم عشان يعجزهم وبيكون جيسون مصاب فالإسعاف بتجيله وهناك بيشوفه المحقق وبيتعرف عليه أما فريدي بيسؤل أول مرة البورش وبينشوف أول مشهد الفيلم بدأ به وبينشوفه هو تعبان وبيقوم عشان ينفس خطته ولما العربية بتدخل في الصور بينزل منها وبتقفل عربية عيلة من أب وأم وبنت وما يعرفش إنهم مركبين معاهم قاة المتسلسل بيروح فريدي يحضر حفلة تكريم رئيس الأركان كام واللي هيتكرم فيها فريدي نفسه ومن هنا بنعرف إن فريدي أصلا كام بيشتغل في الجيش زمان ولما بيطلع للتكريم بيرفع سلاحه قدام الكل على كام وكام مش بيتهز بيقوله إنه رجل حرب ما بيخافش من الموت فبيوجه فريدي سلاحه على حفيدة كام وبيهدد إنه هيقتلها لو ما عطرفش بكل فساده قدام كل الناس دلوقتي فمش بيلاقي كام قدامه حل غير إنه يقول إنه تواطق مع اليابانيين زمان وجمع بنات كوريا على أساس هيطوعهم ويشغالهم لكن الحقيقة إنه كان بيبعاتهم لليابانيين كنساء متعة وإنه صخر بنوط كتير لخدمة اليابانيين وإنه راجل فاسد واشتغل طول السنين اللي فاتت لصالح اليابان ولما بيخلص اعترافه بيقتلوا فريدي بمسدسه اللي قتل بلا قابله وبيكون المحاقق وجيسون في الطريق بعد ما بيحكي جيسون للمحاقق كل حاجة وبيقوله المحاقق إن كيمت قتل والبوليس محاصر فريدي وهيقتله فبيقوله جيسون إزاي فريدي استسلم بالسهولة دي وقتل كيمت وسط كل الناس وهو لسه فاضله هدف أخير وفجأة بيتسدم جيسون لما بيدخل على النت ويعمل سيرش وبيكتشف إن الهدف الأخير اللي اسمه تاكايوشي وده اسم فريدي اللي غيره زمان لما انضم لليابانيين وفعلا بنلاقي فريدي موجه مسدسه على نفسه وبيفتكر كلامه مع أخته وهو رايح ينضم لليابان وغير اسمه اتخلى عن أخته اللي قالت له إنه بكده بينضم للناس اللي اقتصبوها وقتلوا أبوه فبيقولها إنه لازم يفكر في مصلحته عشان يعرف يعيش وبيسيبها وبيبشي وعشان كده دلوقتي قرر يعاقب نفسه وينتحر زي ما موت كل اللي تسببه في ضمار أهله بيجري عليه جيسون وبيطلب منه ما يكونش جابان ويواجه مصيره ويتحاكم بدل ما يقتل نفسه ولأن غريزة البقاء بتحكم ما بيقدرش فد يقتل نفسه وفعلا بيسلم نفسه للشرطة وبيتسجل أما كام فبيتدفن بدون أي تكريم من الدولة ولا حتى تحية عسكرية بعد انكشاف فساده قدام العالم كله وبيمر الوقت وبنشوف جيسون وهو بيزور فريدي اللي بيكون الزهايمر اتمكن منه بعد ما قد رسالته وخطته وكأنه استسلم للمرض اللي كان بيقومه طول الوقت عشان ياخد حق أهله من كل الناس حتى من نفسه الحلقة دي من كتابة ريم هشام المعاريفي وتعليق صوتي ستيفن حليم وبكده يكون الفيلم خلص لو عجبك الفيديو ما تنساش تدوس لايك وتشترك في القناة وتفعل جرس الصفحة عشان يوصلك كل فيديوهاتنا الجديدة اشتركوا في القناة